السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا ابطال؟ اليوم ما ندرس درس تكوين الأشكال الهندسية تكوين الأشكال الهندسية طبعا الصفحة دي صفحة الدرس دي صفحة كان صفحة 102 البطل اللي فاتح معايا الكتاب طيب نتعرف على بعض الأشكال الأول المهمة اللي نسوها لك عندي أول شكل عندك طبعا هذا اسمه مسلس أنا رسمه لك حبيب بعدين الشكل الكبير ده شو اسمه مستطيل اسمه ايه مستطيل دار ان انتم عارفين الأشكال ده وإحنا درسينها قبل كده طيب الشكل الكبير هذا اسمه ايه متوازي أضلع اسمه هذا اسمه متوازي ايه أضلع وبعدين الشكل الكبير التاني اللي في الأخير ده اسمه شبه منحرف وأنا درسته على الصبورة ودرسته لك على الصبورة قبل كده اسمه شبه ايه شبه منحرف طيب من اتعرف كده يا ابطال على الأمثلة اللي في الكتاب عندك مثلا سداسي. شايف الشكل السداسي اللي موجود عندك ده? حلو. لو اخدنا الخط اللي في الوسط ده كده جصنا بالمجاص بس حدي طبعا يساعدك في البيت عشان لا تعور حالك بالمجاص. لو جصنا ده كده صار عندي كم شبه منحرف صار اتنين شبه منحرف. يبقى انا ممكن اكسم السداسي اللي موجود عندي الى اتنين شبه اه منحرف. طيب اللي بعده هنا عندي شبه المنحرف الكبير نفسه ممكن لو خدنا نقطة هنا كده دير حالك معايا وصلنا دي كده وصلنا دي كده. ثم قطعنا هدول الاشكال هيطلع عندي تلات مسلسات. هيطلع عندي كم مسلس? تلات مسلسات. طيب لو عندي في استعمل المسال اللي بعده بقول لي استعمل قطع النمازج لأكون اشكال جديدة ثم اسميها. عندي مثلا هنا مسلسين همت. والمسلسين دول زي ما انت شايف كده متطبقين. لو وضعناهم جنب بعض بس في طرى في واحد قاعدته التحت والتاني قاعدته الفين لفوق. هيصير عندي شكل اسمه متوازي اضلاع. هذا الشكل بالزبط كده. يبقى لو وضعنا في واحد قاعدته التحت والتاني نفسه جنبه بس قاعدته الفوق. هيصير عندي هذا كده متوازي اه متوازي اضلاع. خلاص? ننجل على هنا هيصير عندي متوازي ايه اضلاع. وهيكون رسميته طبعا انتو عارفينها يا حبيبي. هيكون رسميته بالشكل ده. اللي هو متوازي ايه الاضلاع. هيكون كده. تمام. اهو بالزبط المسلسين اللي موجودين عندك. واحد قاعدته التحت والتاني قاعدته الفين لفوق. والمسلسين متطبقين زي كده. هيعطيك متوازي ايه? متوازي اضلاع. طيب المسألة رقم خمسة. اتحدث. بقول لي اصف كيف اصنع هذين او من هذين المسلسين معا. لأكون شكلا جديدا. معطيني ايه مسلسين. حلو? ونبيني نكون منهم. العب. اكون منهم شكل. واسم هذا الايه الشكل. لو انا جت اللعبت بالمسلسين دولت. وضحتهم مثلا جنب بعض. احدهما قاعدته التحت. والثاني قاعدته الفين لفوق. هيعطيني مستطيل. ليه هيعطيني مستطيل? لان المسلسين دول ما تكبر. وانت رجال ممتاز. هتعرف ان المسلسين دول قائمة الزاوية. المسلسين قائمة الزاوية. واحد يقول لي كيف يا استاذ اصير مستطيل اهو. هيصير مستطيل نفس اللي انا رسمه لك ده. بالزبط. ده مستطيل. ده نفس المسلسين اللي عندك. انا وضحت مسلس قاعدته التحت. والاخر جنبه على طول. بس قاعدته الفين لفوق يصير الشكل اللي عندك اسمه مستطيل. تمام? يبقى كده عرفنا ايه نكون اشكال هندسية جديدة من اشكال معطاة. صفحة مية وتلاتة. صفحة كم يا ابطال? صفحة مية وتلاتة. الاشكال ده طبعا سهلة مرة. ده الصفحة سهلة. بقول ايه? انسخ كل شكل مما يأتي في وركة ثم اقصه عند الخط المنقض. واقحوط الاشكال الناتج. عندك مثلا شبه منحرف. هو بيحب شبه المنحرف مرة. وسوالنا كده ايه خطوطة. هو تبقول لك بالمجص شوية شوية لو سمحت. وتقص الاشكال اللي عندك ده من عند الخط المنقض. من عند الخط الايه? المنقض. هيطلع عندك ايه اللي عليك? هيطلع مستطيلات? لأ ما فيش مستطيل. طب مربع? ها. سامع بطل بقول يا استاذ سهلة مرة. هيطلع طبعا مسلس. طيب السؤال يا ابطال. هيطلع عندك كم مسلس? ايوة. ثلاث مسلسات. تلات مسلسات جزاكم الله خير. ده سداسي. ده سداسي زي ما انت شايف كده. وبعدين جاعد يلعب سوى خط فين? في المنتصف هو. وبقول لك جيب المجص شوية شوية. وجص من عند خط الايه? المنتصف ده. هيطلع الاشكال اللي عندك دي ايه? بيلا عليك فو مسلس في الشكل. طب فيه متوازي اضلاع? ها. لا ما هم متوازي. طيب هل ده مستطيل? الاشكال اللي طلعت? لا طبعا هي شبه ايه? شبه منحرف. واحنا اخدناها. طيب هدولي ابطال فهم كم شبه منحرف? طبعا فهم اتنين. شبه منحرف لفوجة هوت. وشبه منحرف تحت. يبقى فهم اتنين. شبه ايه? منحرف. المثال اللي بعده جميل. رقم تمانية. بس بها لك يا سيدي واجب تحلها وتفكر وتبعتلي الايه? الواجب. هو مسوي لك شكل بردك شبه. قلت لك بيحب شبه المنحرف مرة. مسوي لك شبه منحرف عندك اهوت. وبعدين. وهو اخد خط كده. لو احنا قطعنا او قصينا من عند الخط ده. ايه اللي هيطلع? طب اساعدك? هو هيطلع شكلين. هيطلع كم شكل شكلين? يلا اخترهم ويبعت يا بطل. ورقم تسعة بعد. يلا واجب. طبعا اعمل لك مسلس. وقعد ايه? يجطح في المسلس. يجص عند الخط. بس لازم تجص من عند الخط من هنا. ومن هنا. وش يطلع عندك? وش يصير? ها? هيطلع ايوة سامح. طب اساعدك? هيطلع شكلين. ايه هم وايه? يلا اختر يا بطل ويبعت لأستاذك. وجزاكم الله خيرا.